ادني علم متخصصا او يتحدث بالخصوص عن الله تبارك وتعالى ويكون معنا احد اعلام علم العقيدة فضيلة الاستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة استاذ العقيدة بجامعة ام القرى سابقا يا مرحبا فضل الدكتور مرحبا بكم ام الاخوة ومشاهدين ولست كما تقول لكن يعني احاول رفع الله قدرك وبركه سعيك وجمعنا وياك على الخير دائم اربع مين شيخنا الكريم يعني قسمت لنا اقسم التوحيد ثلاث اقسام الربوبية والالوهية والاسماء والصفات اليوم على موعد ان نتحدث عن توحيد الاسماء والصفات في البداية يعني نريد ان نسأل الادلة او ان توردنا الادلة على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شعور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد اما بعد فمسألة توحيد الاسماء والصفات او مسألة تقسيم التوحيد عموما كما قلنا سابقا هي مسألة استقرائية يعني استقرأنا ادلة الكتاب والسنة فوجدنا ان فيها ادلة تدل على ان الله تبارك وتعالى منفرد بالفعل وهو سبحانه وتعالى يعني له الكمال المطلق بالفعل وادلة تدل على استحقاق الله للعبادة لتوحيد الالوهية وادلة تدل على اسماء الله وعلى صفاته ويمكن لو خذنا التقسيم اللي خذناه قبل ذلك ان في عندنا توحيد اسمه التوحيد العلمي الخبري وفي توحيد اسمه الإرادي الطلبي او احيانا يقولون عن العلمي الخبري توحيد المعرفة والإثبات والإرادي الطلبي توحيد القصد والطلبة توحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وهو توحيد الاسماء والصفات فسواء يعني قلنا ان التوحيد على نوعين توحيد يعني يتعلق بالعلم والخبر معرفة وإثبات فهو يدخل فيه الربوبية والاسماء والصفات او الإرادي الطلبي أحيانا يقال له القصد والطلب اللي هو توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية فهذه عبارة عن استقراء لأدلة الشريعة في التوحيد نعم فإحنا أخذنا قبل ذلك الكلام على توحيد الرغوبية وعلى توحيد الألوهية بقي معنا الكلام على الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات لابد أن نبدأ بمعرفة السؤال الذي فضلتم به وهو استحقاق الرب سبحانه وتعالى للكمال الله سبحانه وتعالى قال للذين لا يؤمن بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى المثل الأعلى نعم لو فرضنا أن اتصف اتصف اثنين بالمثل الأعلى فإن تساوي فليس لأحدهما مثل أعلى إنما هو متساوي وإن كان لأحدهما المثل الأعلى إذا الثاني لا يستحق المثل الأعلى في فترة جميع الناس كل الناس حتى الكفار منهم أنه لابد للإله أو للخالق أو المدبر أن يكون له المثل الأعلى في كل شيء ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم فمثل الله سبحانه وتعالى الأعلى يعني أن الكمال المطلق الثابت بجميع الأمور الوجودية والثبوتية لله تبارك وتعالى وكما سيأتي معنا حتى اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات النفي يعني أن الله لا يعجزه شيء أو أن الله لا ينام أو إلى آخره الآيات أو المنصوص الأحاديث اللي فيها الصفات النفي لابد أن تتضمن ثبوتاً وهذا الثبوت يكون الرب المتصل فيه على الأعلى الكمال الأعلى معنا تمام يعني حدثنا عن الأدلة على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال انفراد الرب سبحانه وتعالى بالمثل الأعلى أيضاً كذا اتصاف الرب تعالى بالحياة والقيومية الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إيه معنى الحياة هنا ومعنى القيومية نعم الحفيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اسم الله الأعظم في ثلاثة سور في البقرة وفي أل عمران وفي طاها فيقول الراوي فنظرت فإذا هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم في البقرة وفي أل عمران أو الأل عمران وعنت الوجوه الحي القيوم في طه فإذا اسم الله الأعظم هو الحي القيوم على هذا الحديث الذي ورده نعم لو نظرنا إلى اسم الحي نجد جميع الصفات سفات الله تبارك وتعالى الذاتية ترجع للحي يعني مثلاً لا يكون سميعاً ما لم يكن حياً نعم لا يكون بصيراً ما لم يكن حياً لا يكون عليماً ما لم يكن حياً وهكذا صفات الفعل فعل الله سبحانه وتعالى ترجع إلى اسم القيوم يعني قيوم قيوم وقيام صيغة مبالغة بمعنى القائم بنفسه المقيم لغيره فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء كمثله شيء وهو سميع القيوم نعم المقيم لغيره فكل ما كان من صفات الفعل أن الله يخلق ويرزق ويحي ويميت تدخل إلى اسم القيوم فانتظم الإسمان الحي القيوم جميع أسماء الله وجميع صفات الله فالصفات الذاتية لله تبارك وتعالى ترجع إلى اسمه الحي نعم والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى نعم طيب القيوم كما ذكرت الأفضلات الكذا الحي سبحانه وتعالى إذن ما هي الصفات التي يرجع إليها الكمال نعم هي الصفات التي يرجع إليها الكمال أخذناها في الحلقة الماضية اللي هي العلم والقدرة والغنى نعم وهذه الصفات لا تكون على وجه الكمال إلا لله سبحانه وتعالى ولذلك كما قلنا تبرأ منها أول الرسل وآخر الرسل نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأن هذا كل يرجع لله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى العليم وعلمه قديم يعني علمه ليس علما حادثا مكتسبا فالعلم الله هو العلم القديم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم وله القدرة التامة وخلق بها والله خالق كل شيء فليس هناك مخلوق إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وهو الغني فهو سبحانه وتعالى يقول والله الغني وأنتم الفقراء فالله لا يحتاج إلينا في شيء بل الله سبحانه وتعالى هو الغني فهذه الصفات هي ترجع إليها صفات الكمال وهي كلها على الكمال التام لله سبحانه وتعالى نعم كذلك هذا يعني يجعلنا نستحضر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا إن الله الرزق ذو القوة المتين للتأكيد على تفرد الله تعالى بالغنى صدقت نعم فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا إحسانا له نعم يعني الذين ينظرون يجدون حتى في يوم القيامة يبقى في النار فضلة فيضع فيها سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني حاجاتي وكفاني وأما الجنة فيبقى فيها فضلة فينشئ خلقا يحسن إليهم ابتداءا في أن يكونوا في الجنة نعم فإذن الله سبحانه وتعالى هو قديم الإحسان نعم وإحسانه تام والله سبحانه وتعالى الغني وأنتم الفقراء نعم هناك أقيسة تجوز دكتور في باب العلم الإلهي أو في الحديث عن الله سبحانه وتعالى وهناك أقيسة لا تجوز ما الذي يجوز في الأقيسة في العلم الإلهي وما الذي يجوز نعم الحقيقة موضوع القياس يعني لو نعرف أن في منه أنواع في قياس مثلا يقال لهم القياس التمثيلي وقياس اسم قياس شمولي الحقيقة يعني هذان القياسان لما دخل بعض الفلسفة أو المتكلمين في العلم الإلهي بهذين القياسين القياسين وصلت أدلتهما إلى التكافئ والحيرة صار عندهم حيرة شديدة التكافئ يعني أدلة متكافئة فأصبح عندهم حيرة لماذا؟ نشوف معنى القياس التمثيلي والقياس الشمولي القياس التمثيلي هو المعروف في أصول الفقه الحاق وفرع بأصل يعني مثلا يأتي إنسان يقول هذا المشروب يلحق بالخمر لأنه يسكر فهو كالخمر بعلة الإسكار فإلحاق هذا المشروب الموجود عندنا بحكم الخمر بوجود العلة بينهم وهي الإسكار هذا يلحق فرع بأصل بالنسبة للعلم الإلهي ليس الله أصلا لنا أو نحن فرع له حتى يلحق الفرع بالأصل فلا يصح هذا قياس أصلا في العلم الإلهي القياس الشمولي اللي هو معروف في أصول الفقه بأنه هو العام يعني وجود قضية كلية وتحتها أفراد زي إيش مثلا نقول فاكهة الفاكهة تحتها إيه؟ تحتها موز تحتها برتقال تحتها كيوي يعني هذه أشياء كلها يقل لها فاكهة فالموز هو فاكهة والبرتقال فاكهة طب والبطيخ يا شيخ أحمد نعم والبطيخ؟ نعم بطيخ إيه؟ كل حضرتك يعني أظن في درستك العلمية البطيخ من فاصلة الفضروات نعم وليس من الفاكهة والكاكة زي الطماطم مع ذلك هي تعد عن جمناس من الفاكهة طيب المهم أقصد أن كلمة فاكهة هذا لفظ كلي يندرج تحته أشياء كل منها ينطبق عليه هذا الكل على هذه الجزئيات فالبرتقال فاكهة والمنجة فاكهة والموز فاكهة وهكذا فينطبق عليه أنها فاكهة ما يمكن أبدا أن يكون الرب سبحانه وتعالى والمخلوقين يندرج تحت قضية كلية تستوي فيها الأفراد يعني لما قلنا الفاكهة قلنا أن الموز يستوي مع البرتقال مع المنجة أن كل منها فاكهة ما يمكن تكون في قضية كلية يستوي فيها الله سبحانه وتعالى مع المخلوقين في الأفراد إذن لا يصح أبدا بحلم الأحوال أن يكون هناك استواء مع الله سبحانه وتعالى في قضية كلية تستوي فيها الأفراد ولا يصح أن يقال إن المخلوقين فرع عن الخالق والخالق أصل لهم فلا يصح لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول إذن ما الذي يصح في العلم الإلهي هو قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا يعني قياس الأولى نجري قياس بين المخلوقين ثم نقول فالله أولى أن يتصف بكذا أو لو في النفي فالله أولى أن لا يتصف بكذا بالمناسبة يعني كما يعرف المناطقة أن كل قياس تمثيلي يمكن أن يكون بصيغة شمولية أو كل قياس شمولي يمكن أن يكون بصيغة تمثيلية يعني مثلا خلينا في العلم صفة العلم صفة لله سبحانه وتعالى صفة كمال لو إن أردنا أن ندخل في القياس في هذا نقول بين المخلوقين الآن القياس كله سيجري بين المخلوقين ثم نقول فالله أولى فنقول لو عندنا مثلا محمد وعمر هذا عنده علم وهذا عنده علم لكن محمد عنده علم كبير وعمر علمه قليل جدا لكان محمد عندنا أكمل من عمر بسبب ماذا؟ بسبب وجود هذه الصفة متوفرة فيه اللي هي صفة العلم الآن القياس كان بين من ومن بين مخلوق ومخلوق نقول فالله أولى أن يتصف بهذه الصفة اللي هي صفة الكمال واضح؟ أو لو حتى في باب النفي يعني مثلا حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه اليمنى وإن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عينبة طافية خلينا نخليها بسورة القياس يلحق الدجال بالناقصين بجامع العور هو قياس التمثيلي يلحق الدجال بالناقصين بجامع العور الآن انتهى القياس من المخلوقين نقول قياس الأولى فالله ينزه أولى أن ينزه عن العور لأن العور نقص فالله أولى أن ينزه عن العور واضح؟ أو نقول كل أعور نقص والدجال أعور إذن قضية الكلية النتيجة الكلية نقول الدجال نقص نعم لما أدرنا القياس من المخلوقين نأخذ قضية نقول إذن فالعور نقص فالله ينزه عن هذا فالله أولى أن ينزه عن هذا النقص إذن قياس التمثيل هنا أو قياس الشمول جرى بين المخلوقين ثم قياس الأولى هو الذي يكون في المطالب العهية الله أولى أن يتصف بكذا أو أولى أن لا يتصف بكذا فكل كمال للمخلوق كمال مطلق يعني أمكن يتصف الله به فالله أولى به وكل نقص للمخلوق فالله أولى أن ينزه عنه هذا معنى قياس التمثيل إذن هذا عن ما يجوز وما لا يجوز من الأقيسة في باب العلم الإلهي هذا يعني يجعلنا نسأل ما الذي يفرق بين أهل السنة وغيرهم عند وصف الرب تبارك وتعالى بصفات النفي نعم الصفات النفي يعني ليس وليس 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 أهل السنة عندهم عندما يتصفون الله سبحانه وتعالى يصفونه بالكمال المطلق كما قلنا أن القاعدة الكمال عندنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى الذين لا يتكلمون أو الفلسفة أو هؤلاء لا يجعلون لله المثل الأعلى نحن أهل السنة نقول أن الله له المثل الأعلى فهذا الكمال المطلق الكمال المطلق فلما يأتي صفة نفي يعني مثلا أمام السنة من لغوب اللغوب اللي هو التعب نعم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بستة أيام ولم يكن هناك تعب هذا النفي التعب لابد أن يتضمن ثبوتا لأن قلنا في أول الحلقة أن المثل الأعلى بالأمور الجودية الثبوتية وليست بالأمور العدمية فلابد أن يضمن ثبوت ما هو ثبوت الكمال في القدرة فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بستة أيام وما مسه من تعب لكمال قدرته نعم أو أن الله لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض ولا في خلق المخلوقات أو في خلق الحيوانات لماذا؟ لو نظرنا أن الله لا يعجزه شيء آخر آية أنه كان عليما قديرا لأن العجز يكون من نقص في العلم أو نقص في القدرة فنفي العجز يتضمن ثبوت كمال الضد فضد العجز يكون كمال العلم مع كمال القدرة إذن الفرق بيننا وبين هؤلاء أننا عندما نأخذ النفي لا يكون نفيا محضن بل يكون النفي الذي فيه كمال الضد طيب لماذا إذن كانت الصفات السلبية التي يقولها غير أهل السنة من النفي المذموم أمثلة لذلك؟ يعني هو لما يأتوا يتكلمون على الرب سبحانه وتعالى زي ما قال المعتزلة يقولون أن الله ليس بذي مجسة ولا أبعاد ولا أغراض ولا متناهم في الجهات وليس ذي مساحة وليس بجسم وليس 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 يعني المليسة في المناسبة في بعض الفرق يقول لها الليسية لكن ذي في وحده الوجود يقولون ما ثم غير أو ليس ثم غير المهم أن هؤلاء يقولون المعتزلة أو المتكلمون يقولون ليس وليس وليس كانت قررتهم أقول لأحد العلماء يعني أنا قالها عن أحد السلف قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم إذ وصفوا الرب سبحانه وتعالى بالمستحيل وصفوه بليس وليس وليس فما الذي يبقى عندنا يعني يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم لا سميع ولا ليس سميع لا بصير ولا ليس بصير إذن في النهاية إذن هو ليس بموجود وصفوه بصفات الممتنع هم فروا من التشبيه كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى لكن وقعوا فيه تشبيه أعظم فروا من تشبيه بالمخلوقات فوقعوا فيه تشبيه بالممتنعات وذلك يقولوا لا سميع ولا ليس بسميع لا بصير ولا ليس بصير لا موجود ولا معدوم وهكذا المهم إن هذا النفي يتضمن إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى يعني ينكر لكن نحن عندما نقول فيه نفي نحن نأتي بالنفي المتضمن الثبوت ليس النفي المحت يعني لما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمات ولا يظلمون الناس قدر خردلي قالوا إنه ذمهم لماذا؟ إنه قال إنهم لا يغدرون ولا يظلمون يعني نفى لأجل ضعفهم فهذا نفي محت لكن لو إنسان لا يظلم مع كمال قدرته ولا يغدر مع كمال هذا الذي يمدح فحقيقة المتكلمون أو الفلسفة أساءوا في وصف الرب سبحانه وتعالى عندما قالوا ليس وليس 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 من هذا الباب هل نقع إذا شخنا لأهل السنة في صفات بالنسبة للإجمال والتفصيل وما هي هذه القاعدة وكيف يفترقون عن أهل الكلام في هذه القاعدة؟ صحيح ننظر من القواعد التي نأخذها من استقراء النصوص وجدنا النصوص في كل القرآن تصف الله بصفات الثبوت صفات الثبوتية على وجه التفصيل هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع البصير العليم الحكيم الغفور الرحيم يعني كلها فيها إثبات الصفات لما يأتي عند النفي يأتي غالبا الأصل في النفي أن يكون مجملا كيف يقول مثلا ولم يكن له كفوا أحد نعم ونبه للإخوة المشاهدين أن فاء كفوا على قراءة قراءة حفص تكون مضمومة بل في الحقيقة ما في قراءة من القراءات كفوا كما يخطئ البعض يعني يقول كفوا أكثر الناس يخطئنا في هذا أظن في قراءة حمزة كفة لكن كفوا بالتنوين والإسكان الفاء هذا ليست موجودة في قراءة من القراءات فيما أحسب فلم يكن له كفوا يعني مكافئا أحد ما جاء مكافئا لم يكن لله مكافئا في سمعه أو في بصره أو في علمه ما جاءت بالتفصيل جاءت على سبيل الإجمال لم يكن له مكافئا واضح؟ أو في قوله تعالى هل تعلم له سمية سمية أي مساميا يسمي يعني مثيلا يستحق اسمه هل تعلم له مساميا في قدرته في علمه في حياته ما جاءت بالتفصيل جاءت على سبيل الإجمال أو سبحان الله سبحان ربك تبارك تبارك معنى تنزه وسبحان معنى تنزه تنزه عن ماذا عن كذا وكذا وكذا ما جاءت بالتفصيل جاءت بالإجمال إذا الأصل في النفي أن يأتي مجملة والأصل في الإثبات أن يأتي مفصلة لماذا أدب تخيل لو إنسان ذهب إلى رجل عظيم وقال له أنت يريد يمدحه يقول أنت لست بغبي وأنت لست بجبان وأنت لست بأسافر القوم وأنت ماذا يفعل معه يؤدبه لأنه يأتي بالصفات السلبية على وجه التفصيل لكن لو قال له أنت ذكي نفع عنه الغباء أنت من علية القوم نفع عنه أن يكون من أسافرهم أنت شجاع نفع أن يكون جبانا وهكذا يعني يأتي بالصفات الثبوتية صفات الكمال فينفي أضبها مباشرة بإثبات الصفات الكمال لأن إثبات الصفة الكاملة ينفي ضدها مباشرة لو نظرنا صفات النفي في القرآن ربما يأتي النفي مفصلا لكن لعلة مثلا لم يلد ولم يولد يعني لأجلم هناك من أثبت لله الولد فجاء النفي مفصلا إن الله لا يعجزه شيء أمام السنة من لغوب لأن مثلا اليهود قالوا أنه تعب بعدما خلق السموات والأرض فعندئذ استرح في يوم السبب فقال الله أمام السنة من لغوب ولم يعي بخلقهن أو هكذا فهذه كلها فيها رد على من قال مثل هذه الأشياء وإلا الأصل أن الله يوصف بالصفات الكمال المطلق التي تتضمن نفي صفات النقص وعندما نتكلم على الصفات السلبية يكون الأصل فيه الإجمال لأنك إن أجملت في النفي أجملت في الأدب جميل جدا وهنا شيخنا الحبيب وكأنك تؤكد على أن عقيدة المسلمين هي العقيدة التي أنصفت الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الأسناء والصفات فهؤلاء الذين يقولون عزير بن الله هؤلاء الذين يقولون المسيح هو الله هؤلاء الذين يقولون إن الله تعب بعد خلق السموات وأرض وما إلى آخر ذلك كلها في النهاية طاعن في الأسماء والصفات أسماء الله والصفات نعم هو حقيقة أن بعض الناس الآن يقول أنتم تدخلون في مسألة الأسماء والصفات وهذا فيها يعني تفرق وكذا هذا ما يفهمون أصل ابتداء عقيدتنا مخالفة لكل هؤلاء الذين يتكلموا في الله كان في الأسماء والصفات وما قدر الله حق قدره نعم لما هؤلاء لما يأتي الواحد منهم يتكلم على الله بمثل هذه الأشياء يقول تعب أو يقول إن الله فقير ونحن أغنياء نعم أعوذنا أو يقولون مثل هذه الأشياء هما ما قدر الله حق قدره ولذلك لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله يعني أنه يقول يا ربي نحن جايبين محمد صلى الله عليه وسلم يشفع عندك نعم خلاص بمعنى الدعاء لكن نستشفع بالله عليك يعني تعالى يا الله اشفع لنا عند محمد حتى يدعو لنا هذا كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله أتدري ما الله أتدري ما الله نعم إن عرشه فوق سماواتك القبة وأشار بيدي أنا أريد ننقل الإخوة المشاهدين إلى هذا هذا رجل أعرابي ما أدري ممكن فيه كلمة مشهورة في نجد ما هي معروفة عندنا يقوله جريب البدو جريب البدو نعم يعني لما يجي واحد يقول لك مثلا فين المكان الفلاني فلو واحد بدوي يقول لك جريب يعني قريب جريب هذه ممكن ترجس بردو ست ساعات سبع ساعات لأن هذا جريب بالنسبة لهم نعم أو متى يجي فلان فيشوف الساعة يقول جريب ممكن ترجس بردو ست سبع ساعات إلى أن يأتي إيه فلان هذا نعم فالبدوي عموما عنده صحراء شاسحة كبيرة لا متناهية لكنه في النهاية بيصل إلى جبل بيصل إلى نهر بيصل إلى شيء يحدها نعم لكن عنده السماء أعظم من هذا بكثير يجد السماء في كل مكان يذهب يجد السماء ويجد النجوم فعنده السماء هذه عظيمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا الأعرابي اللي قال نستشفع بالله عليك إلى أن يعرف ما هي عظمة الله فبين له عظمة ما يعظمه الأعرابي ويعظم ماذا؟ يعظم السماء نعم فإذا قيل لا هي ما هي سماء واحدة هي سماوات نعم إبه هذه أعظم وأعظم عند الأعرابي ثم يقول إن عرش الله اللي هو كرث الملك عرش الله فوق السماوات كالقبة هذا العرش فإذا يعظم عنده العرش فما بالنا بالله سبحانه وتعالى فيعظم قدر الله عند هذا الأعرابي الذي ما كان يدري ما قدر الله نعم فمشكلتنا فعلا كما قلت يا شفى أحمد مع كثير من هؤلاء في ضغط الأسماء والصفات ما قدر الله حتى أنه نعم تمام التشبيه المذموم ما فضلت الدكتور في صفات الله السبحانه وتعالى وكذلك التعطيل تعطيل صفات الله حسد جل ما معنى التشبيه أو المراد بتشبيه مذموم في صفات الله ما هو التعطيل المذموم ما حكم التشبيه وما حكم التعطيل نعم الحقيقة لفظ التشبيه ما جاء يعني نفي ولا إثباته في كتاب ولا سنة لكن جاء التمثيل ليس كمثله شيء والفرق ما بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجه لكن التمثيل يكون من كل الوجوه موثلة فيما يجب أو يجوز أو يمتنع كما يقول مسألة النفي المشابهة الله بخلقه هذه مسألة ليس فقط أنه جاءت بها النصوص ليس كمثله شيء بل العقل يدل عليها يعني قضية الممثلة قضية محسومة أن الله ليس كالمخلوقين أو لمماث المخلوقين يعني خلينا الآن نفترض لو فرضنا وجود المثيل لله وردنا مخلوقا وهو مثيل للرب تعالى الله عن ذلك فرضنا عن سبيل الفرق هذا المخلوق من جهة كونه مخلوقا إذن وجوده يسبقه عدم لأنه جاء بعد أن لم يكن المخلوق ومن جهة كونه مثيلا يكون لا أول له ليس يسبقه عدم من جهة كونه مخلوقا مخلوق ومن جهة كونه مثيلا فهو خالق يكون خالق ومخلوق من جهة كونه مخلوقا فهو محتاج ومن جهة كونه مثيلا فهو غني بنفسه لا يحتاج إلى شيء فيكون الشيء الواحد محتاجا غير محتاج يكون خالقا مخلوقا يكون واجبا بنفسه كما يقولون أو مكان بنفسه يعني اجتمع فيه النقيدان النقيدان لا يجتمعان فهذا فيه العقل يقضي ببطلان قضية التشابه ما يمكن أبدا أن يكون الخالق مشابها للمخلوق أو يكون المخلوق مشابها للخالق يعني بهذا الأمر أما التعطيل معنى نفي صفات الله هذا فيه نوع من تكذيب القرآن الله سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبون ويأتي إنسان يقول الله لا يحب أو يقول ردي الله عنهم ورده عنه ويقول أنه لم يرضى أو يقول أن الله يعني والرحمن على عرش استوى أو الاستواء في سبع آياتنا القرآن يثبت أنه استوى وهو يقول لا لم يستوي إذن هذا فيه نوع من رد القرآن أو فيه نوع من رد دلالة القرآن نحن نقول الإثبات مع التنزيه كل ما أثبت الله لنفسه نثبته له أو أثبتته له رسله نثبته له ما القاعدة عندنا؟ انظر إلى قول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون نعم إذن نزه نفسه عما يصف أحد فكل من وصف الله بشيء فالله منزه عنه إلا من سلم عليهم قال وسلام على المرسلين لسلام ما قالوه في حق الله من الإثم والحمد لله رب العالمين حمد نفسه لما له من الصفات العلاء والأسماء الحسنى إذن الله سبحانه وتعالى جعل لنا منهجاً فيما نثبته له سبحانه وتعالى أو ننفيه عنه وهو أروداً النص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولذلك نحن نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبتته له رسله من غير تعطيل لا ننفي تعطيل معناها النفي من غير تعطيل ولا تكييف ما نقول إن صفة الله كيفيتها كذا لأن الله ليس كالمخلوقين فكذلك صفاته ليس كصفات المخلوقين ولا تمثيل ولا تحريف لا نحرف ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل هذه الأربعة منفية إذن نحن على الصراط المستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات نعم وسطية أهل السنة بين الممثلة وبين المعطلة الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمزاً وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة أهل السنة وسط أمة الإسلام وسط بين الأمم أهل السنة وسط بين كل من خالف ما أمر الله عز وجل به كيف هي أو كيف تتضح وسطية منهج أهل السنة والجماعة بين الممثلة وبين المعطلة نعم الممثلة نعم أتوا إلى النص وغالوا في إثباته بما خرج به عائلة معاني من الكفرية وهي معاني التشبيه والتمثيل المعطلة لا ما أخذوا بدلالة النص نهائية نعم أهل السنة قالوا إثبات مع التنزيه يعني مثلاً الرحمن على العرش استوى نعم يأتي المعطل يقول لم يستوي إنما هو الاستواء هنا بمعنى معاني الملكة أو كذا يعني ليس معاني إنه استوى ما قام به استواء نعم 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 إن الله تبارك وتعالى قال وهو السميع البصير وقال قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وهكذا إذا أنت قلت إن الله عليم وله علم نقول نعم قال الله تعالى أنزله بعلمه وقال وهو العليم الحكيم إذن عندي نصوص فيها إثبات هذه الأسماء أو إثبات هذه الصفات فهذا الذي يسألني الله عنه لكن لو جاء إنسان وقال أنت تقول إن الله مثلا في جهة أو ليس في جهة أو له مكان أو ليس له مكان أقول هذا لم يرد في الكتاب والسنة فالقاعدة عندنا في الألفاظ المحدثة أننا نسأل ماذا تقصد بهذا اللفظ فإن قصد به المعنى الصحيح فنقبل المعنى لكن لابد أن يعبر عنه بالنصوص الشرعية بالألفاظ الشرعية ونرد هذا اللفظ المحدث وإن قصد معنا باطلا فإننا نرد اللفظ والمعنى معا إذن نحن قد سلمنا ولا يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم نعم تمام انقسام الناس بشأن الألفاظ الحادثة وهناك ألفاظ أحدثوها في حق الله تعالى لا سيما في الألباب الأسماء والصفات ما هي أقسام الناس بشأن الفاظ الحادثة واختيارك بالدليل نعم يعني هو الناس بعضهم نعم يأتي باللفظ الحادث وليس فقط أنه يأتي بهذا اللفظ ويتكلم به بل ويجعل إيمان الناس عليه أو لا نعم يعني يأتي مثلا واحد يقول الله سبحانه وتعالى ليس بجسم نعم ثم يقول كل من أثبت لله سمعا وبصرا وعلما وعينا ويدا ووجها فقد وقع في التجسيم فالله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلذلك ننفي عنه مثل هذه الأشياء فيقول من قال إن الله له عين أو له سمع أو له بصر فهو مجسم إذن هو في الأول خرج من أي شيء من اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة اللفظ أن يوصف الله بأنه جسم أو أنه ليس بجسم لم يرد في الكتاب والسنة الجسم في كتاب الله هو الجثة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه أو زاده بسططا في العلم والجسم فإن كان مقصود بالتجسيم أن البدن أو اللحم والدم فالله سبحانه ليس كذلك ليس كمثله شيء لكن بعض الناس يقول أن الجسم مراد به القائم بنفسه أو الموجود فالله موجود والله قائم بنفسه لكن ما نقول له جسم إذا نسأل ماذا تقصد بالجسم إن أراد به معنى باطلا فنحن نرد اللفظ والمعنى في حق الله فليس بجسم هذا الاعتبار وإن أراد معنى صحيحا أن الجسم القائم بنفسه أو أنه الموجود نقول الله سبحانه وتعالى هو القيوم نتعلق يعني نأتي بالمعنى الصحيح باللفظ الوارد اللفظ الوارد هو القيوم أو نقول هل الله في جهة أو الله ليس في جهة وهذه يعني مشهورة عند الناس نقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة جهة مخلوقة؟ أن يكون في جهة مخلوقة والله داخل فيها فالله سبحانه وتعالى هو العليه الكبير نعم فما يمكن يكون هذا مكان صحيح أو تجد الجهة الإعتبارية يعني الجهة عقلية أن ما من فوق إلا فوقه فوق فالجهات الإعتبارية لا نهائية فلو قلنا أن الله ليس في جهة بهذا الاعتبار كأننا قلنا أن الله ليس بموجود جهة الإعتبارية لا نهائية يعني يقولوا كلمة كده يقول الذي لا يكون في اللامنتهي ليس بموجود يعني مدام الجهة العلو ما يقول لا الله ليس في علو مطلقا طب العلو ده كالجهة اعتبرية لا منتعي فإذا قيل أنه ليس فيه الله ليس في علو إذن الله ليس بموجود فهذه مصيبة كبيرة في هذا الأمر فنحن نعتصم باللفظ الوارد وأما الألفاظ الحدثة نستفصل ونتبين ونستفسر ماذا تريد بكذا إن أراد معنا باطلا رددنا اللفظ والمعنى معا وإن أراد معنا صحيحا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ نعم أزاكم الله خيرا دكتور خالد فوزي حمزة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى سابقا أزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم أجعل الله عز وجل هذه الكلمات وهذه مجالس المزاني حسنتكم يوم اللقاء آمن شكر الله لكم مشاهدنا الكرام وانتظرونا ولقاءات متجددة أخرى بإذن الله تبارك تعالى من مجالس العلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ